طلابي الأعزاء وطالباتي العزيزات أسعد الله صباحكم أسعد الله أوقاتكم استكمال الموضوعات السابقة التي تحدثنا بها من خلال موضوعات الصحة النفسية يعني الآن نتحدث عن شيء اسمه الشخصية وأنا اخترت لكم الموضوعات والموضوعات التي نختارها هي التي إن شاء الله ستأتي في الامتحان موضوع الشخصية أو بيرسوناليتي هذا مهمة احنا حنتكلم عن الشخصية فقط بدون الحديث عن نظرياتها بنيجي الآن إلى تعرفة الشخصية أو تعريف الشخصية الشخصية على فكرة مفاهيمها أو تعريفاتها كثيرة ومعقدة ومهمة في علم النفس وقد حظي منذ القدم باهتمام المفكرين والفلاسفة والعلماء في مختلف ميادين المعرفة الآن تعريف الشخصية اللي احنا ممكن نعتمده بأنها بأنها الإنسان مضافا إليه منظومة السمات السيكولوجية السيكولوجية هنا معناها النفسية البشروطة اجتماعيا والتي تظهر في العلاقة ذات الطبيعة الاجتماعية المستقرة وتحدد التصرفات الأخلاقية للإنسان ولها أهمية ملموسة للإنسان ذاته ولو المحيط الفيزيائي حوله المحيط الفيزيائي يعني الجران والأهل والإخوة والأصدقاء في الدراسة لذا فإن شخصية أي فرد تعني شخصا بعينه وليس غيره فهي تعطي كيان خاصا لهذا الفرد وتضفي عليه صفات فردية وفريدة يختص بها وحده ويعرف بها كما تميزه عن غيره من البشر في أي زمان أو مكان شخصية يعني مثلا حدا نقول شخصية أبو عمار معروف شخصية جمال عبد الناصر معروف شخصية الشيخ أحمد ياسين معروفة صعب أن يكون الناس صورة كربونية طبق الأصل من الشخصيات الأخرى خلينا نحكي عن اللي هي يمكن نظريات التحليلية ويمكن هي مدرسة التحليل النفسي هذه مهمة هذه اللي احنا بنحكي فيها لأن حللت الشخصيات النظرية الكلاسيكية والجديدة يعني خلينا نشوف إيش بتحكي هذه النظرية بحكي فيها لأنها مهمة تمتاز نظرية التحليل النفسي عن غيرها من نظريات الشخصية في رؤيتها للإنسان وخاصة طبيعاته التي فطر عليها حيث يعتبر الإنسان أنانيا لاحظوا هذه المدرسة أنانيا بتقول للإنسان أنانيا بطبعه وشريرا هذا تاب على سيجموند فرويد هذه المدرسة مدرسة التحليل النفسي بتقول إن الإنسان أناني وشرير بطبعه وبهذه الرؤية تكون صورة أو تكون صورة متشائمة للإنسان وعلى هذا الأساس بنت هذه المدرسة الكثير من مسلماتها وأسسها التي تعد مدخلا لنفسية سلوك الإنسان والكشف عن حقيقته إيش هي أهم مسلمات نظرية التحليل النفسي واحد الحتمية السببية ويعني أن الأساس أن لكل سبب النتيجة وأن لكل نتيجة سبب حيث لا يوجد نشاط يقوم به الإنسان دون وجود سبب أو دافع احنا سمناه في الأول دافع يدفع لهذا السلوك سواء كان هذا السبب ظاهرا أم خفيا يعني مثلا الدافع وراء الأكل اللي هو الجوع الدافع وراء شرب الماء اللي هو العطش الدافع وراء الهروب من موقف معين هو الخوف وكان فرويد يهدف من وراء معرفة العلة السببية التوصل لأسباب السلوك المرضي بمعنى أنه لكل مرض سبب وكل سلوك مرضي له سبب زي مثلا الكب الإدمان الانطواء كلها في وراها أسباب بتصيب الإنسان الحاجة الثانية الطاقة النفسية وتعني أن هناك طاقة أساسية في الطبيعة الإنسانية يعني كل فرد فيه عنده طاقة يعني أكتف وأن هذه الطاقة قد تتحول إلى أنواع متعددة وأنها تستخدم في أغراض متعددة كالهضم والتنفس وجزء آخر يتحول إلى طاقة نفسية تستخدم في الإدراك والتفكير والتذكر اللي احنا بنسميها عمليات عقلية تفكير وتذكر تعلم وتخيل وتصور كلها عمليات عقلية أنا بتتم داخل العقل الشيء الثالث له مبدأ الثبات والاتزان ويرى فرويد أن الإنسان مزود بقدرة على الاستجابة للمثيرات المختلفة سواء كانت هذه المثيرات داخلية أم خارجية وأن هذه القدرة هي صفة مميزة لحياة الإنسان كثيرا ما يتعرض للعديد من المثيرات التي تجعله في حالة من التوتر وعدم الاتزان فيسعى لإزالة هذه الحالة التي يمر بها أو خفض حدتها على الأقل المثيرات زي ما قلنا القلق والتوتر والخوف مثيرات البرد مثير النار مثير زمور السيارة هو مثير ومنبه المبدأ الرابع مبدأ اللذة ويترتبط هذه المسألة بالمسلم السابق التي تؤدي للثبات والتوازن أي أن يصل إلى خفض الاستثارة التي حدثت له قدر الإمكان فيأتي بالسلوك الذي يمكنه من التخلص مما لحق به من توطر أو ألم حيث أن التخلص من التوتر والألم أو خفض مستوى الاستثار يحقق السعادة واللذة قدر الإمكان يعني إذا واجهك موقف صعب مثلا قبل دخول الامتحان تشعر بالتوتر واللي هو إيش؟ القلق ولكن عندما تبدأ في الامتحان وتكتشف أن الامتحان سهل تشعر بخفض للتوتر والألم وكثير بتواجهنا مواقف في الحياة نحتاج إلى خفض هذا التوتر مبدأ الخامس مبدأ الواقع ويعد هذا المبدأ صورة معدلة للمبدأ السابق للذة والذي أصبح يتلاء مع العالم الخارجي حيث يهدف هذا المبدأ إلى الحصول على اللذة ولكن مع مراعاة العالم الخارجي الذي يعيش فيه الإنسان فيقوم الإنسان بتأجيل اللذة إلى أن يصبح الحصول عليها أمرا مقبولا اجتماعيا وبناء على هذه المسلمات قدم فرويد نظريته المعروفة بنظرية التحليل النفسي يعني نظرية التحليل النفسي تابعة إلى عالم نفس اسمه سيجموند فرويد وهذا العالم هو عالم من النمسا نمساوي وفيها افترضة ايش افترضة او مما تتكون الشخصية الشخصية تتكون من ثلاث أجزاء وهي الهو الايد بسموه الانا الايغو والانا الاعلى الاسوبر ايغو وكل من هذه الأجزاء له وظيفته وخصائصه ومكوناته ومبادئه التي يعمل وفقها ولكنها تتفاعل جميعا تفاعلا وثيقا بحيث يصعب فصل تأثير كل عن الآخر وبذلك يكون السلوك الانساني هو محطة التفاعل يعني الثلاث اشياء الهو والانا والانا الاعلى متفاعلة مع بعضها البعض يعتقد فرويد ان كثير من العمليات النفسية تحدث دون ان يكون الفرد واعيا بهيا غير واعي اي انها عمليات بسموها لا شعورية يعني تكون في عالم اللاشعور عالم اللواعي ويرى ان مفهوم اللاشعور بمثابة المفهوم الاساسي في نظريتي عن طبيعة الانسان والشعور هنا هو بمثابة مخزن الغرائز البدائية والصراعات المؤلمة ومشاعر الذنب المختلف ويتم اختزان هذه المحتويات في اللاشعور يعني كل شيء انت حابت تعمله في حياتك اليومي ومش قادر تعمله توديه على المخزن اللي هو احنا بنسميه اللاشعور لان المجتمع لا يقبل نهور الغرائز الحيوانية عن طريق عملية نفسية معينة تتم على مستوى لا شعوري يعني الآن عندما احنا فيه اشياء كثيرة بدنا نعملها في المجتمع ولكن فيه هناك عيب فيه هناك حلال فيه هناك حرام فايش منضطر؟ منضطر الى منسمي الى كبت هذه المشاعر كبتها طردها يعني حتى لا يهدد ظهور حياة الفرد ويسبب احراجا لذاته يعتقد فرويد بوجود هذه المقاومات الداخلية المعينة وهي شرط ضروري للصحة النفسية يعني لازم يكون فيه ان مقاومة داخلية شرط اساسي للصحة النفسية وان المقاومة هي من هذا القبيل تضعف اثناء النوم فتدفع المادة اللاشعورية يعني الواحد الاحلام هي تفريغ للاشعور وتطلب الانطلاق وهذه قد تكون او شرط لتكوين الاحلام التي هي اساس مهم في نظرية التحليل النفسي والحلم عملية يقوم بها الانا اللي هو ايش الايجو ويتحقق تأثير اللاشعور بمطالبة الانا لارضاء غريزة ما او بحل الصراع او بازالة شك تفقي في النفس الانسانية معقدة وان عملية الابدال التي تتم في الحلم يصيبها التشويه او التحريف تقوم باشباع رغبة ما بدلا من تحقيق ما يطلبه الهو او الايد وتلك هي الوظيفة الرئيسية للحلم يعني لو قلنا ما هي الوظيفة الرئيسية للحلم الوظيفة الرئيسية للحلم هو اشباع ما نحاول ان نفعله في الواقع ولكننا لا نستطيع ويرى فرويد ان ما يصيب الانسان من اضطرابات انفعالية لا تحدث نتيجة العوامل الخارجية البيئية بل تحدث نتيجة فقدان الانسان سيطرته على الغرائز التي يرفضها المجتمع ونتيجة القلق الناتج عن الشعور بالتهديد المستمر من المحتويات اللاشعورية يعني احيانا احنا نطرد دوافعنا وبنعبر عن اللاشعور مثلا من خلال الكتابة في ناس بتفرغ اللاشعور من خلال الكتابة او الرسم او من خلال فلتات اللسان او زلات القلم زي ما بقولوا هذه هي التفريغ للعبليات اللاشعورية يعني يعني الهانا بيكون هو الموضوع اللي احنا طالبينه حول الشخصية بدناش نشوف بدناش ندخل في مراحل تطور الشخصية في التحليل النفسي لكن انا بدي اخل شيء مهم بدي اتكلم فيه بالشكل السريع خلينا نحكي فيه اللي هي الشخصية والصحة النفسية يعني الموضوعات اللي انا يعني باتخطاها هي مش مطلوبة لكن انا الموضوع اللي بحكيها تابعوا معاي الشخصية والصحة النفسية العلاقة بين الشخصية والصحة النفسية اصبح من الواضح ان الصحة النفسية تقوم على وجود توافق وتوازن نفسي وهذا يجعل الفرد قائما قادرا على ممارسة حياتي بصورة طبيعية ولما كان كل انسان له شخصية التي تميز عن غيره وتعطيه انطباعا وصفات وسمات محددة فان هذه الشخصية اذا كانت متوازنة سماتها يمكن ان نعدها شخصية طبيعية وضمن الحدود الطبيعية اما الشخصية التي تتطر في سمة او اكثر من سماتها فانها تصبح شخصية مضطربة وبالتالي تؤثر في الصحة النفسية يعني مفهوم الشخصية السوية هي الشخصية العادية الشخصية المضطربة هي اللي في عندها مشكلة في عندنا شخصية سيكوباتية اللي بيسموها الشخصية المرضية وهذه متطرفة في تحقيق الغرائز بغض النظر عن العواقب والتقاليد والقوانين والاعراف مما يدفع هذه الشخصية الكثير من السلوكيات المرفوضة اجتماعيا ويصطدم صاحب هذه الشخصية مع أسرته ومجتمعه ومدرسته كما يصطدم مع المجتمع بقيمه وقوانين يعني لاحظوا هذه الشخصية مهمة انه نعرفها يسموها السيكوباتية مريضة يعني ما بهمه لا تقاليد ولا عادات ولا عراف ولا يصطدم مع العيلة ولا 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 يعني بهمهش اللي يحقق بس رغباته وفيه كثير فيه ناس موجودة في هذه الشخصية ايش هي أنماط الشخصية نقول انه كل إنسان هو شخصية قائمة بذاته ولكن وجود قوازم بين هذه الشخصيات تعطي المثال الى حصر أنماط وأنمعه معينة من الشخصيات واحنا اتفقنا على انه ما فيه هناك شخصية كربونية عن الآخر فيش كل إنسان متفرد بشخصيته فالفروق بسيطة وهي ليست تغيرا في أصل الشخصية بقدر ما هي ظهار لقدرتها فالمعالم الأساسية للشخصية تبقى ثابتة وتعكس مدى تطور الجهاز العصبي للإنسان إن كلمة شخصية في اللغة العربية مأخوذة من شخص وفي اللاتينية بيرسونو يعني بيرسونا واستخدمت لتشير إلى القناع الممسرح أو المسرحي الذي استخدم لأول مرة في المسرحيات الغريق يعني الشخصية قناع ما أحد يعرف شو هذا يعني شخص قابلك لأول مرة هذا الشخص أنت بتفترض أنه عليه قناع موجود قدامك ولكن أنت مش عارف كيف شخصيته وفي لسان العرب قالوا الأشخاص جماعة وشخص إنسان وهو سلوء وهو سواد الإنسان تراه من بعيد اتجه العلماء لدراسة سمات الشخصية تلك السمات أو الصفات يعني التي تميز الفرد عن غيره فالسمات بالمعنى العام هي أي خاصية أو صفة فطرية أو مكتسبة تميز الفرد عن غيره من الناس فالأفراد يختلفون يعني لو جانا في المعنى السمات لازم نعرفها فالأفراد يختلفون في سماته من الجسمية والعقلية والمزاجية والخلقية والاجتماعية لذلك أنه نحكم على شخص ما يستلزم معرفة سماته يعني ما بنقدر نقول على الشخص سيء لا إلا من خلال سمات أو هذا الشخص الكويس إلا علماء عرفوا السمات بنوعين سطحي وواضح في السلوك والثاني عميق كامل في النفس وعلى هذا الأساس فإن هذه الحقائق أصبعت راسقة في مفهوم هذه السمات زي ما بقولوا بالمثال بتعرف فلا قالوا بعرفه قالوا عملته قالوا لا قالوا لا بيك ولا بمعرفتك بمعنى أنه أنت بتعرف سطح لكن ما دوغم تخرتش في أعماق شخصيته أن السمة ثابتة أصبحت راسقة في السمة يعني إيش؟ السمة هي ثابتة نسبية لدى الأفراد يختلف الأفراد بعضهم عن بعض باختلاف سماته من الشخصية تكون السمة جسمية أو معرفية أو انفعالية أو متعلقة بالواقف اجتماعية هناك سمات مشتركة يتسم معظم الناس بها وهناك سمات عند قلة من الناس إن السمة الديناميكية تدفع السلوك لدى الأفراد يعني شخص ديناميك يعني لاحظوا لو قسمنا الشخصيات الناس كثير يعني أنت لو طبقت على حالك أنواع الشخصيات ممكن تقول أنا والله واحد من هذولا يعني في عندنا شخصية طبيعية في شخصية طوائية في شخصية فصامية في شخصية كئيبة في شخصية قلقة في شخصية ظروبية أو الطهادية يعني أو بارونودية في الشخصية السيكوباثية اللي قلنا عنها الشخصية الهسترية الشخصية المعقدة الشخصية الغير كفوة الشخصية المتفجرة الشخصية العاطفية الشخصية العصابية يعني خوف قلق وتوتر الشخصية الإبداعية مبدع الشخصية الوسوسية ناس موسوسين بفكروا كثير في هذه طيب خلينا نحكي عن أهمية الشخصية معرفة الشخصية في حياتنا اليومية وهيك بنكون نخلص المحاضرة اللي هي أهمية الشخصية يعني حياة البشر تقوم على علاقات بين الأفراد والجماعات الصغيرة والكبيرة وبالتالي لابد من وجود علاقات بين أفراد المجتمع ليكتمل دورهم في الحياة أنماط الشخصية مهمة في حياتنا اليومية للأفراد والجماعات مثلا في الزواج يعني الواحد لما ندير الزواج هو ارتباط بين الشخصين لا بد أن يكون فيه هناك انسجام إذا ما كانش فيه انسجام بلا منه الزواج وهذا الانسجام يبدأ بشخصية كل من الطرفين ثم الخلفية الأسرية والاجتماعية والثقافية لهما يعني منهمنا نعرف هذا الشيء العمل هناك بعض الأعمال تحتاج لسمات شخصية معينة مثلا مندوب المبيعات لا يصلح لها الخجول يعني إذا تجيب واحد مندوب المبيعات لا ينفعش والطيارة يجيب أن يكون هادئ تمتع بسيطرة الإدارة سلوك العاملين طبعهم وشخصياتهم تؤدي دورا لا يستهان به في نجاح العامل الإداري أو فشلة ومن حسن الإدارة أن يراعى نمط الشخصية في اختيار الأفراد يعني مدير ما يكونش عصب ما يكونش مكتئب ما يكونش مريض ما يكونش عنيف ما يكونش يعني الصداقة كمان أهمية الصداقة في حياتي يعني إحنا بنصادق الناس بحسب سماتهم الشخصية ويكون لها دور مهم في تكوين الصداقات فالأصدقاء ينجذبون للسمات المريحة لهم من بين أقرارهم أو يتنافرون من سمات معينة وهكذا تكون الصداقات يعني أقول لك كيف تختار صديقك أنت بناء على إيش؟ على إنه هادئ إنه محترم إنه إله المشاكل الاجتماعية معرفة الشخصية بتفيدنا معرفة المشاكل الاجتماعية عند دراسة المشاكل المختلفة التي يعانيها المجتمع لا بد من الاهتمام بدراسة أنماط وسمات الشخصية المتعلقة بأفراد المجتمع طلاب الأعزاء أتمنى أن أكون وصلت لكم هذه المعلومات وأترككم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء في محاضرة قادمة اللي إحنا بنتكلمه هو المطلوب في الامتحاد وياريت التابع معي في الكتاب شكرا لكم وإلى اللقاء